الفنانة الإسرائيلية الشهيرة سريد حداد تغني لبنيمين نتنياهو أغنية بعنوان أنت العظيم وكأن نتائج الانتخابات باتت شبه محسومة انتخابات يخوضها نتنياهو إلى جانب حلفائه في حزب إسرائيل بيتنا بأجندة تهيمن عليها قضيتان أساسيتان المستوطنات اليهودية وإيران بعون الله سنواصل العيش والبناء في القدس التي ستبقى موحدة في ظل السيادة الإسرائيلية لكن الائتلاف يواجه تحديات قد تؤثر على مسار الحملة فزعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكدور ليبرمن والذي استقال من منصبه كوزير الخارجية يخضع الآن لتحقيق بتهم التزوير والإخلال بالثقة هناك توقعات بأن يتهم أيضا بطاعات الرشاوة ما يعني أنه لن يتمكن من تولي أي منصب في الحكومة المقبلة يتعرض نتنياهو أيضا لضربات من اليمين بسبب هذا الرجل نفتالي بنت الوجه الجديد لليمين المتشدد وخاصة لحزب البيت اليهودي هو جديد على المشهد السياسي ولكنه سلب الأضواء مؤخرا بسبب الجدل حول موقفه بالنسبة لطاعة أوامر الجيش انصدر أمر بإخلاء أي مستوطنات في الضفة الغربية أما على يسار المعترك السياسي فتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمل بزعامة شالي يحيموفيتش قد يحل في المرتبة الثانية بعشرين مقعدا هذا العام شهد أيضا تأسيس حزبين جديدين يخشى أن يؤديا إلى تقسيم أصوات اليسار والوسط هناك حزب المستقبل بزعامة الإعلامي السابق يائر لبيد والذي يتوقع أن يفوز بتسعة مقاعد تسعة مقاعد أيضا ينتظر أن يحصدها حزب الحركة بزعامة وزيرة الخارجية السابقة سيبي ليفني والتي كانت قد فازت في الانتخابات الأخيرة تحت راية حزب كديمة على الصعيد الدولي يواجه نتنياه انتقادات حادة بسياساته الاستيطانية ولكن هذه الانتخابات اندلت على شيء فإنما تدل على أن التوسع في الضفة والقدس هو ما يطلبه الناخبون ولكن ائتلاف ليكود بيتنا لن يتمكن من تشكيل حكومة دون أن يدخل في تحالف مع أحزاب أخرى وعندها لن يكون قراره السياسي منوطا بمطالب الناخبين فقط وإنما باعتبارات دبلوماسية ودولية أيضا ديمة حمدان بي بي سي القدس